اشتركوا في القناة ولي العهد السعودي للهجن كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن هذا الإنجاز يأتي تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين ويعد تتويجا للنجاح الكبير الذي شهده المهرجان الذي حظي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاء ذلك خلال مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفعاليات الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن وذلك في ميدان الطائف للهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وانطلقت فعاليات الحفل تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الذي توج الفائزين بالمراكز الأولى في سباقات الهجن وأكد سموه أهمية مهرجان ولي العهد لأنه يهدف لتأصيل التراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع كما أنه يعكس العمق الحضاري للمملكة العربية السعودية كما أشار سموه إلى أن مهرجان ولي العهد يعتبر الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث وقيمة الجوائز التي وصلت إلى 53 مليون ريال وتنافس في السباقات أكثر من 10 ألاف مطية خلال أربعين يوما بمشاركة من السعودية والدول الخليج والدول العربية وأشار سموه الشيخ ناصر بن حمد بالتجهيزات الخاصة بمراحل السباقات التي سارت على أكمل وجه ليمثل ذلك نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماما وتنظيما لرياضة الهجن العريقة وذلك تجسيدا للدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الهجن من قيادة في المملكة العربية السعودية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة